طول المملوكة للدولة حتى شهر يونيو القادم 24 بقيمة 5 مليار دولار خلاص عندنا دلوقتي معلومة وخبر مهم موجود كواثيقة رسمية بيقول انه عندنا طروحات جديدة ب5 مليار دولار حتى شهر 6 اللي جاي واثيقة قلت لنا كده واثيقة قلت ايه كمان الزراعة هنصل الى 12 مليون فدان حتى عام 30 حالين 9 مليون واثنين من عشرة يمكن قول 9 مليون هنصل لـ 12 مليون فدان حتى عام 30 بعد 6 سنوات من دلوقتي مقابل 9 وستة من عشرة اهو فدان ما بين 2019-2022 وهيكون مساحة المحصولية اللي هي ناتج يعني المحصيل نستهدف حوالي 22 يعني مليون فدان زيادة الصدرات الزراعية الى 14 مليار دولار صدرات الزراعية هي النهاردة كام حوالي 6 6 و 3 من 10 6 و 4 من 10 يعني او 6 ما وصلت 6 ونص ربما 6 و 3 أو 6 و 4 من 10 هتوصل طموحات الى 14 مليار دولار حجم ايه صدرات الزراعة صدرات الزراعية زيادة انتاجية الفدان من القمح الى 3 و 3 من 10 طن الفدان 3 و 3 من 10 طن هنصل خلي بالكو ارقام واخبار بجد انا بقول له حضراتكم مهم اول الكلام ده جدا سناصر الاتفاق الزادي من القمح بالنسبة كام 70% بعد 6 سنوات طب نهاردة احنا كام 47% النهاردة النهاردة 47% هنوصل لـ 70% من القمح بعد 6 سنوات الى 70% تاني ربما يكون عندنا الاكتفاء الزادي من السلع هل موجود؟ هل موجود؟ انفو جراف موجود؟ لو موجود ممكن نبقى نشوفه جاهزه طيب التنفيذ اه الصناعة استراتيجية الصناعة السيارات ادي اهو قدام حضرتك اهو شوف بقى فيما يتعلق به الاكتفاء الزادي الاكتفاء الزادي بنتكلم هنا على كام؟ ادي القمح مثلا القمح في 19-20 كنا 41% في عام 24-25 السناد والسنة الجاية بنوصل لـ 53% قمح في عام 29-30 هنوصل لـ 70% اكتفاء ذاتي من القمح يعني احنا النهاردة 41% ترتفع هذه النسبة الى 70% بعد 6 سنوات من الان الدورة حليقة كنا في 19-20-45% في عام